بسم الله الرحمن الرحيم وارجعت لكم في فيديو جديد النهاردة هنعمل مع بعض ديكور الوردة ده طلبتوا مني كتير او ديكور وردة فالمراضي كده ديكور ورد بستند مختلف هنعمل حاجة زي استامبا كده كمان هنستخدم معاكو اللي هو ورق الشجر الذهبي ده كمان عايز اقولكو ان احنا هنستخدمناه برضو او نقدر نستخدمه في البلونات ديكور نعمل بيبا ديكور واشكال حلوة جدا تمام فتابعوا الفيديو يا ريد ما تنسوش اللي لايكو سابسكال اونا تشوفوني طيب ده كان شكل الديكور اللي انا استخدمتي فيه اللي هو ورق الشجر الجولد اللي هو الذهبي والسلفر طبعا اعملت معاكو البلونا الشفافة دي قبل كده بس باقي الديكور ماكملش فانا بقى ان شاء الله في الفيديوهات الجاية بقى ان شاء الله قولوا ان شاء الله بس عشان ايه انا عارف انا متأخر عليكم بس والله العظيم وغصب عني جدا دعوات كتير قوي من هنا لحد بقى ايه ما انا ازل لكم الفيديو التاني تمام طيب فالحاجة لما بتتنفذ في البيت غير طبعا لما بتتنفذ اه عند العميلة غير كمان ان برضو انا عملت حركة كده حلوة قوي اه الشمعدان حطت فيه بالين من تحت عشان اداري الحتة لتحت في الناس بتحط ورد فانا بصراحة ما كنتش حابة كده فقلت اعمل بقى الحركة دي كده كنوع من انواع التجديد طيب يارب يكون الفيديو يارب يكون عجبكو هو اصلا لسه هيا يعني طب ماشي يا جماعة اه انتوا عارفين ان انا وعرفش اتكلم تمام فتعالوا نشوف نشوف كده هنعمل دلوقتي في الفيديو اول حاجة طبعا الاستنداد دي انا كنت فكتها وركبتها معاكو قبل كده والكنبة دي برضو عملتها معاكو قبل كده يعني بصوا انا مش حرماكو من حاجة تمام ادعولي بقى كتير وعملوا لايك كده طيب دي الكنبة تمام دي الكنبة اه بعد ايه يا مي الكنبة بعد طبعا ما تنجدت وتمام والدنيا تمام طيب انت عملت هنا ايه معلش انا سبت عشان بس هي الاسف مع الاسف سامحوني بس في النقطة دي لانها ما اظهرتش معايا تمام اه طبعا ده ورد ورد قطيفة اه الباكا كده فيها خمس وردات تمام اول هي الباكا الباكا طيب انا استخدمت النودلز اللي هي الرمودي اللي مش عارف هي ظهرة ولا اقا ويه بسبتها بالقفز على الستاند تمام زي ما سبتها قبل كده معاكم النودلز قبل كده كتير عشان بس رأيكم على الفيديوهات اللي فاتت عشان لو ما ظهرتش معاكم في الفيديو دي اللي بيشوفني الاول مرة ياريتشوف الفيديوهات اللي فاتت عشان مش تيجي يقول لي في الكومنتات ما يجيش يقول لي تمام عشان بس الناس اللي بتعالي تقول لي ما تعرفش تتكلمي اوكي طيب نتكلم في الموضوع ده بعدين النودلز بنستخدمها او ممكن نحط فل تمام بربطه بقافيز او سلك رباط بس طبعا لقافيز احلى حاجة في الدنيا طيب بيبقى متين ومماسك نفسه كده نبتدي بقى نرس اول حاجة ورق الشجر زي ما انتو شايفين كده برسه شوفوا الفيديوهات اللي فاتت يا جماعة عشان بقالكو في صندوق الوصف عشان نجيب الفيديوهات اللي فاتت تمام وببتدي ارس الورد زي ما انتو عايزين كده بصوا لو انتو عايزين الورد يدي معاكو كسافة كبيرة جدا زي ما هو كان في الفيديو بصوا انا عملت ايه انا ما قصتش الورد او لو هتقصوا الورد قصوه بس يبقى على اطول حاجة في الورد دا مش تخلوا الورد قصير خلي بالكم النقطة دي الورد لو قصير معاكي هتطر انك تحطيه في الفلفة هيبقى قصير يعني مش هيبال لكن لما بمناسبة ان انا ما بعرفش اتكلم في حد في الفيديو اللي فات عملي كومنت فضيع بصراحة يعني هو انا عادة بشوف الكومنتات تمام يعني لو انا ما رددش حتى في الكومنتات عليكم فانا بشوفها ففي الكومنتات مثلا اللي هي الهدفة او اللي هي الناس بيسأل اسئلة برد عليها في الفيديو اللي جاي اللي بعده مثلا او حاجة برد او مثلا عملت فيديو عن المناسبة نفسها او عن السؤال برد عليه في الفيديو نفسه اللي هو عملي يعني أحسن تمام أو مثلا بيبعث الإنستا برد عليه برضو على الإنستا أو معالين أو واتساب كده تمام طيب في بقى كومنت قالي ان انا انتي أصلا متعرفيش تتكلمي مش ومش مش مش وحشتكو تمام هو يعني كلمة مش دي ما لها هو أنا بصراحة مكنتش عارفة رد عليها قولها ايه بصراحة بس هي ضيقتني يعني هي نكحة في اللي هي عايزة هي نكحة انها ضيق عموما يعني هقولكو حاجة بس يعني ممكن تكون ناسكري أو ما تعرفهاش أنا فعلا ما بعرفش اتكلم وما بقدرش اتكلم وممنوعة من الكلام انتم انت خيلين واحدة ممنوعة من الكلام بتشتغل أصلا بتعمل فيديوهات تعليم مش عارفة ازاي باختصارا الموضوع عندي مشكلة في الفك والدكتور قال لي مفروض ان اقللي الكلام خالص وقاللي الاكل واعمل حاجات معانا اكل الاكل معانا حاجات كده في شخنات كتير اقوي سيبوكو منها يعني ماشي اول حاجة قلته للدكتور طب انا يوتيوبر على فكرة يا دكتور وازاي يعني بعمل فويس يعني بصوت كتير وكده قال لي طب قللي يعني قللي قللي الكلام مع الناس انا فعلا ما قللي كلام مع الناس كتير جدا بس ما بعرفش ان انا ما اتكلمش معاك وبالعكس انا مثلا ما قللتش فترة الفيديو نفسه ان انا اتكلم لا انا بقيت بتكلم معاكو الفيديو واشرح لكم كل تفصيلة فيه يا عالم بكرة ايه اللي هيحصل يعني فلما هيقيت لي بقى كده ده اللي ضايقني اللي هو انا واحدة اه ممكن يكون ما بعرفش اتكلم او مش قادر اتكلم مع ذلك انضغط على نفسه عشان اتكلم اه فيديو مثلا حلسة او حاجة يعني استفدتي ايه طيب ما علينا من ده كله انا بس بشكر كل واحد بيعلق تعليق حلو وبشكرها برضو يعني اه تعليقها ده لانه مثلا يعني خليني كده اللي هو افوق لي نفسي طب انا بعمل كده ليه في نفسي يعني انا بعملكو فيديوهات حلوة يا جماعة وبصوتي مش طبع عليكو بقى خلاص نفصل نقفل الموضوع انا اسفى جدا اسفى جدا جدا تمام مو من احنا اول حاجة استخدمنا النودلز عملنا بالقفيز وحطيت بقى الفروع الوردة دي الفرع بقى فيه خمس وردات وردة قطيفة كبيرة تمام بدأت بقى لما لقيتها طبعا انا ما جبتش وردة كمية كبيرة او شوف الفيليون بتاقى عامل ازاي كان عندي وردة طبعا الهو ده بدأت ان انا الحاجات اللي هي فيها فراغات بقى ازودها بيها تقدروا تزودوا هيش هيدي منظر رائع بجد بس الهيش انا عايزة اجيبه هيش ناعم وللماع الاسف كلما فكر ان انا اجيبه او اشتري يعني من الكاهرة واجي اشيله اشيله صعب قوي وافكرتش اجيبه اونلاين لان انا عارفة ان هو مش مستاهل ده هيش يعني فانا باذن الله لو ربنا قراد جبت هيش قريب هستخدمه معاك في فرات لان برضو حد كان بعثلي عن انستجرام ان انا اعمل هيش يعني دي كرب الهيش او ان انا اثبت الهيش ازاي فانا ان شاء الله ان شاء الله يا رب رب بس صحة وهعملكم الفيديو ده المهم قولي بس رأيكم في الكومنتات رأيكم في الفيليوم ده عايز اقولكم ان انا ممكن يعني ممكن اقترح عليكم ان انتو لو حد عايز كوشة تبقى جهزة زي المنظر ده ان انا ممكن انفزهله بمعنى زي ما انا وردتكم قبل كده في الوقت اللي فيت ان احنا ممكن نثبت الكوشة دي ونثبتها بشمة الورد يبقى ثابت بالمنظر ده وتبقى انت عندك الكوشة بالورد جهزة بتروحي للعميل بتركيبي بس انا مثلا كده خلصت الكوشة هعمل ايه هقص 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 اللي هو القفيز تمام وهاخد معايا الكوشة بالمنظر ده يعني هاخد هاخد النودلز نفسها وكده كده لازق فيها الكوشة لان انا بحطها النودلز فتبقى قطعة واحدة بحطهم في كيس كبير زي ما وردتكم في الفيديوهات اللي فاتت وباخدها قطعة واحدة وبركبها هناك بس بالقفيز فمن بخدش وقت عند العميلة نهائي انتو لو حابيني ان انا ممكن اعمل حاجة زي كده بحيث ماين عايزة كوشة مثلا بورد فيها كذا ممكن اجهزها لكم اضبطها لكم في النودلز بالشكل اللي انتو عايزينه وبالديكور اللي انتو عايزينه واقفلهلكو واشحنهلكو المكان اللي انتو عايزيني دي بصراحة عجبتني جدا جدا وزي ما قلت لكم انا استخدمتها في عيد ميلاد ميرنا مع البلالين فهي حلوة او يتنفع للاتنين تمشي معاكو بلالين وتمشي معاكو هنا وتمشي كمان في ثواني الشابكة فبرضو انا بحاول ايه اديكو افكار وحاجات كتير عشان كده انا بحب ان انتو تشوفوا الفيديو كامل عشان مش شوعة منكو اي تفصيل طايم الناس اللي تسألني عن ثواني الشابكة انا ان شاء الله هعملكو بوكسات كده خامات ثواني الشابكة لو انتو عايزين حاجات فرعية يعني بمعنى حاجات عن الهاند ميد هاند ميد عن المرسيل عن النوت بوك الحاجات دي البوكيهات الحاجات دي كلها الشامع الريزن الحاجات دي كلها لو انتو عايزين او حابين اعملكو البوكسات دي قولوا ليه في الكومنتات قولوا ليه رأيكو واحاول بعدها اعملكو مثلا فيديو عن البوكسات زي مشروع كده مشروع الريزن واعمل لكم مثلا بوكس فيه كل الخامات بتاعت الريزن او يعني الكاب دا يليجي بسعر حلو قوي انتي عايزة تبتدي عايزة تجربي تعملي حاجات بسيطة المراية الريزن اللي هي المشروع قوي التريند دي الشموع انا عارفة ده مشروع الشموع ده برضو مشروع لوحده المرسيل دي مشروع لوحدها اللي البوكيهات الورد مشروع لوحده سواني الشابكة مشروع لوحده فانتو ما يغرقوش ان انا مثلا بقولكو على كل الحاجة او التفاصيل اه وكده يعني تمام فانا بحب اعمل بحب اعمل كل حاجة لكن طبعا ده غلط غلط تماما لازم كل واحد يكون متخصص في حاجة معينة انا بحب اعلمكو كل حاجة لكن انا لو انا هشتغل انا المفروض انا هشتغل في حاجة واحدة بس تمام طبعا ده الديكور بقى لما استخدمنا فيه استخدمت كمان فيه مينو سيلفر والجولد واستخدمتها بقى فيها وكده تماما ديكور ده لسه بش نزلتوه لكو بس ان شاء الله هنزلكو اهم حاجة ما تنسوش اللايك ودعواتكو كتير بقى عشان قدر اكمل وعشان قدر يعني ابقى مكملة كده لما انا اتكلم معيكو وسمحوني بجد لو انا فعلا فيه كلام ما انا بأسر فيه او كده بس والله على قد ما قدر بحاول اشرح لكم كل التفصيلة وربنا يعلم انا انا ما فيش حاجة بخبيها عليكم اللي بيقولي على تيك توك اي سؤال او اي حاجة برد عليه على الانستجرام برضو فانا عايزاكو تطيقوا الانستجرام بتعملوا لي بس فولو عايزاكو تعملوا لايك بتعملوا كومنت لطيف بدعوة ليكم بدعوة ليكم ليه مش مشكلة وبجد بشكركم بشكر بجد من كل قلبي كل واحد بيحبني من قلبه بجد ويعني مش عارفة اقول ايه وبيدعيلي بجد شكرا بجد ليكم ويراب يكونوا الديكور عجبكو ده اهم حاجة عايزا اقولوكو ان احنا ممكن نقدر نستخدم الشكل ده في استندات تانية كمان من اليمين كده استند المضلع والمدور والمربع وبصوا سهل سهل الفك ازاي